ماذا معوش؟ وشاندك اليوم تفضلي؟ أنا اليوم قصة من الثورات الجزائري اللي جانت وبالكو سادة المشاهدين والمشاهدات هل الكلمات تعسيدي سيدي هو احترام للسيد وسيدتي احتراماً للسيدة كنا نقولوا سيدي ونقولوا لا لا هذا من باب الاحترام لأن السيد ما كاش سيد وما كاش المسيود هذي القصة هذي تا سيدي فلاح اللي هو فلح مشتاق من كلمة فلح فلحة غيوسي فلح نعم إذن هذي فلاحة نعم من فلحة يفلحوا على وزني فعلة إذن هذي القصة كان زوج وزوجها عايشين في أعالي القصبة للعتيقة الجزائرية وكانوا تقينا ربي ويعبدوا الله خمس وقات يصلوها ويزيدوا شوية ويطلبوا ربي باش يرزقهم بولد باش يدي الورث التحوم ويكمل لاجيني غازجو الصلاة الخمس صالوات ويزيدوا شوية ويطلبوا المخلوق رزقنا بواحد برك ربي يستجب واحطا لهم وليد صالح وما كانوا مدينين وبدوا يقروا ويربوا وليدهم الواحد على الدين والطاعة والعلم حتى في 12 سنة كان حافظ الستين الله يبارك فليح ولا يحضر للخطبات يوم الجمعة اللي كان بابا يقدمها في المسجد زاد كبر شوية 15 سنة بعتوه الى جامع الزيتونة بتونس من جامع الزيتونة زاد راح الى جامع الى الأزهر بمصر سنواته هو يتفقه ويتعرف بالعلماء والفقهاء ضع العلم اللي كان حب يديه والرجوع الى الأصل فضيلة ولا للجمعة ما هل يقول لا فرحوا به كامل كما نقول له احنا داروا له الفشطة الله يبارك داروا له الفشطة كامل للأقارب الأحبة ناس الحومة ساكنين في القصبة ولو الناس كيحبوا حاجة يقولوا يحسبوه بلي هو قريب ربي كتر منهم يتباركوا بالدعوات دياولو كانوا العويت قات تاح المدينة دالشي الجزائر ليسا الجغواز يروحوا لتحب تتزوج يروحوا زحمة دعينا يا شيخ يا أستاذ قال لك سبحان الله بالدعوة تتعو احنا نامنو هكذا ربي يستاجبلو هذك الدعوة ديالو مقبولة مات مات فلاح سماوه هنس تزير فليح دفنوه في قبة سيدي عبد الرحمن من كين لموزه ليتا سيدي عبد الرحمن احنا دايما نقوله حرس البلاد وما يحرسها إلى الله قدام سيدي النصور ولو الناس يزوروا يزوروا كي يقول لك حرام وكي يقول لك احنا نقوله عادات وتقاليد لأن كل واحد يعرف ربي نعم وما لي خلقنا يزوروا يشعلوا ديك الشميع وش يقولوا يقولوا يا سيدي فليح اعطيني رجل المليح نعطي لك عشرة سودي الصحيح عشرة سودي كان غالي وقعدوا إلى يومنا يتبركوا به لعائلات الجزائرية وما ينفع غير الصح غير ربي العزيز شكرا شكرا لك عووش